السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الحصة اليوم اللي غد نشوف ان شاء الله كيفاش تعرف راسك راك الناجح ان شاء الله نتمنى هو الكاملين في امتحانة الباكالوريا 2023 با ما عليه اذا كثير من الناس كيتسألوا حوله بغيت نعرف راسي كيفاش واش ناجح ولا لا في امتحانات الباكالوريا لان عرفنا الموعد اللي غيكون ان شاء الله يوم غد على الساعة الثانية عشرة ليلا او منتصف الليل اذا يما غايوصلك بحول الله في النمرة ديالك اللي عطيتيهم يما غايوصلك واحد الاسميس المثلا في الفين واثنين وعشرين اوصل للناس الاسميس بحال مام باك الفين واثنين وعشرين فوزافي ديسادمي يعني انك مقبول في البرانش مثلا يعني في علوم انسانية وكعتك لاموين ديال المعدل ديالك اللي هو مثلا فاد الاسميس اللي وصل الواحد تلميذ اللي هو 16.9 وبهذا إن شاء الله تكون رأيك نجحتي في متحانات البكالورية بواحد المعدل تخابع إن شاء الله جميع التنميذ المغربين يتحصلوا على معدلات كثيرة ورغم أننا سمعنا واحد الأخبار أنها تقول أن معدلات كاريتية ولكن رأيك يخدم رأيك يخدم أو إن شاء الله بعد أن تدخل للمسطحة إليم بونايً وما أدخل المعلومات ذلك كأنه تدخل رمز مصار ديالك أي أنه الرقم يعني تدخل الرمز مصار ديالك يعني ذلك الرقم اللي فيه نرغير أو نرغير وكتدخل للقين السر ديالك وكتدخل إن شاء الله عقد وكتبرك على جونيسوي با أن رابو وكتدير بحت ويخرج لك المعلومات ديالك مثلا هذه التلميذ هيدا لديها عظيمة دياله وأنها في شعبة ديال الثانية باكالورية علوم اقتصادية حصل على مؤدل 15.32 بميزة حسن إذن نتمنى أننا جميع التلاميذ إن شاء الله يولجوا إما لوجه المستاحة ديال تعليم.ما ولا البوابة ديال man.gov.ما ولا ديال بوابات المترشيحة الأحرار بالنسبة للأحرار ويتعرفوا على المعلومات ديالهم ولا وصلكم اسم اس في النمرة ديالكم الله يسمع مكم خبار الخير والله يوفقكم كاملين والله ينجحكم وإن شاء الله تفرحوا بها العائلات والأسر ديالكم مع السلام